اشتباكاتهم بين قوات الحماية الرئاسية والحزام الأمني الموالي للإمارات في منطقة العريش بعدا حدثت تلقي بضلالها الثقيل على صراع النفوذ والسيطرة في العاصمة المؤقتة ربما لم يعد جديدا تكرار هذه الاشتباكات إلا أن استمرار تدخل طيران الأباتش الإماراتي لقصف قوات الحماية بات أمرا يثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة الدور الإماراتي وسلطته التي يمارسها في المناطق الجنوبية المحررة مزاعم الاتفاقات المبرمة لتسليم المنطقة الشرقية لسلطة الحزام الأمني وهي آخر المناطق التي كانت تخضع لسلطة هادي عمليا لم تعد تكفي لتبرير المواجهات المسلحة والناعمة على حد سواء لإقصاء أطراف الشرعية فمساعي الإمارات للسيطرة على القرار في العاصمة المؤقتة تمضي في سياق سيطراتها على السواحل اليمنية ونمرات المائية الدولية وجزر سقطرة وميون في باب المندب وكل هذا يأتي في إطار مساعيها لتتحول إلى قوة إقليمية نافذة أونة الأخيرة بحسب مراقبين بات هادي ضعيفا وغير قادر على مواجهة الصلف الإمارات في عدن وهو يفقد آخر أمراك العسكرية ويخسر سلطته في العاصمة المؤقتة بدءا باحتجاز قائد اللواء الرابح ما يرئاسي مهران القباطي أثناء عودته من القاهرة وإبلاغه بأنه شخص غير مرغوب فيه بعدن وأن عليه العودة من حيث جاء بحجة خلقلة الأمن وانتهاءا برفض عودة محافظ عدن بحجة إفساد ما قامت به الإمارات في عدن فقد توالت قسقصة أجنحة شرعية هادي العسكرية والمدنية وتحولت العاصمة المؤقتة إلى حمية إماراتية طاردة للرجال هادي وشرعيته ومعها توالت التحذيرات من مخاطر تعدد الولاءات للقوى العسكرية وخروجه عن سيطرة السلطة الشرعية يبدو أن صراع الهيمنة في عدن والمحافظات الجنوبية وفرض الهيمنة من قبل قوات العسكرية بعينها وإحكام السيطرة على معظم أجزاء عدن التي تمثل عصمة الدولة يعزل سلطة هادي والحكومة الشرعية ويفقد أبناء عدن الكثير من آمالهم في الاستقرار الأمني وتوفير الخدمات